حلوة قوي من ضمن كمان الحقيقة المشاركات المهمة هي مشاركة المبادرات ومن ضمن أهم المبادرات اللي جاء يعني ساهمت في زيارة المعرض لأول مرة هي مبادرة أهل مصر لو حديت تكلمنا عن تفاصيل هذه الزيارة و أهمية زيارة أصلا المبادرات للمعرض أولا هو مبادرة أهل مصر وكان الوزير وحنا من اجتماعات التحضيرية مع الوزيرة وحنا كنا من رتب الأهل مصر من اهل مصر ده من أهم المشاريع دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج أهل مصر هو عبارة عن الملاطق الحدية ست محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والودي الجديد وأسوان ومطروح ست محافظات حدية كان من الصعب أنه معروف لما عملنا الزيارة وجوم قاعدوا أول مرة يدخلوا يشوفوا المعرض فده كان من الصعب أنه هو تيجي من أسوان أو يجي من هنا كانوا بيحضروا المعرض فده كانت من الصعب أنا بشكر معالي الوزيرة عليها على أننا الفكرة دي اشتغلنا عليها الأطفال الشباب كان عندنا 130 شاب 120 شاب وخير المشرفين دول كانوا موسطين جدا بزيارة المعرض استفدوا جدا وعملنا لقاء مفتوح مع معالي الوزيرة ومعاليها وجهت لهم بدعم من عندنا من هيعتناهم جزء من إصداراتنا ووزعناهم على الشباب كنوالي مكتبة يبدأوا يشتغلوا عليها برضو عملنا له برنامج زي بتاع بديل الأسمرات نفس الزيارات ونفس الفرق الفنية اللي حضروها وحضروا نفس برضو نفس البرنامج الدفاع والدفلية والرقابة فكانوا أطفال الشباب كانوا متميزين ومبسوطين جدا 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 بزيارة واستفدوا منها جدا 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 خليني يعني أركز على جناح حلاب وشلاتين إن في الحقيقة لفت انتباه عدد كبير جدا من الزوار إن هما كان ليهم يعني مكان مخصوص في معرض الكتاب وكان ليهم مش كتب بس لأ منتجاتهم كمان كلمنا عن الجناح ده تحديدا كان عامل إزاي؟ هو جناح حلاب وشلاتين ده هو جناح أساسي في المعرض ده بتنسيق مع مجلس الوزارة طبعا إحنا منجيب فرقة حلاب وشلاتين هناك ومنجيب مع الفرقة وإحنا منجيب مجيب مجموعة من الأهالي حلاب وشلاتين هما بيعملوا الركن هم ركن خاص بطبيعة أهالي حلاب وشلاتين وبثقافتهم وبيعرضوا ثقافتهم ومنتجاتهم وحتى أفكارهم حتى الرسومات بتاعتهم هو من أنجح المعارض لأن الناس عندنا هنا عايزين يعرفوا إيه الفكر اللي هناك إيه طبيعة الناس إيه الثقافة بتاعت حلاب وشلاتين وهم بتعالفوا على صخفتنا تكمل أنجح البرامج بإضافة إلى فرقة حلايب الأساسية كانت شغالة كشريك أساسي في معرض الكتاب وكانت نقيم معنا طول فترة المعرض